اهلا بنيات كيفكم معاك فتان عبدالله مدونة ميت كيوي اليوم رجعت لكم فيديو كذا بسيط خفيف لطيف انو كيف نقدر نستغل ملابس الصيف للشتاء بس توقيت اشياء بسيطة عالسريع لانو فجأة الفيديو جافت بالي لانو اغلبنا يعني اطويدي الشتاء يروح اشتري اشياء شتوية بس حرام يعينو ما نستغل اشياء الصيف يعني فكرة الشتاء كلها بالطبقات كيف تحبون الفاشن والستايل والتنسيقات لا تبسون تسون سبسكراب اشتريون زر التنبيه عشان يصلكم ايديك جديد اهندله وخلونا نبدأ الفيديو اول لوك هذا الفستان هذا فستان كت شاموى يعني ستايله كيف اقول لكم ربيعي خريفي اكثر من انه شتوي اذا بتلبسين بالشتاء لازم تلبسين معاه احس سكارف جاكت انا نبقت عليه هذا التوب هو مو توب توب يعني هو زي الاكمام تلبسينها مع اي قطعة كت بحيث انها يعني تخليها شتوية اكثر اه وهاينك كمان فمرة مرة حلوة هذه القطعة خدمتني كثير وعندي كمان زيها من زارة السنة الماضية اه هي من السنة الماضية اصلا صارت ترند ومستمرة معانا للسنة هذه هذا اللوك انا مرة احبه لانه احب هذا الفستان ولونا مش سرق يعني احس اه صح الشتاء عبارة عن الوان الغامقة اكثر شيء والدافية بس اه كمان يعني ما يمنع انه نلبس من الوان الصير اه هذا الفستان مرة 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 خفيف يعني كيف اقول لكم ستان او حرير صراحان متأكدة من القماش حقها اه بس حبيت اغلب الفستان ترى ممكن تسون فيها هذا الحركة انه تلبسون فوقها كنزة صوفية كده فيبين الفستان كأنه تنورة اه وممكن اه كمان تضيفون عليه اه اه احزام انا صراحة احب اني اضيف اه احزمة على السويترز كده يبينهم افخام يبين كأنك انتي مساوية شيء في اللوك اقول لك افلا يعني مرة مرة سيمبل يعني ما فيه اي اشياء يعني غريبة طبعا بتلاحظون حبي للستان عندي فستين كثير تانير كثير ستان فلازم لازم استغلها يعني بالشتاء يعني مو معقول اني ما راح البسها ابدا اه فزي ما قلت لكم فكرة انه تلبسين فستان فوقها السويتر او كنزة تقدرون كمان تلبسون فوقها جاكت اه بس احس احلى شيء مثلا بوفر جاكت اه فرو جاكت او حتى سكارف مثلا يكون اه فرير كده اه يطلع اللوك مرة حلوة طبعا فكرة البليزر البليزر في الشتاء يعني انا ادخلها على كل شيء على كل الفساتين ادخلها مرة حلوة اه خصوصا لما تكون بليزر شوية اه طويلة يعني اقدر ادخلها مع فساتين طويلة واقدر ادخلها مع فساتين قصيرة تكون بنفس طولها اه وخليها مفتوحة مرة مرة حلوة شيك ايليجنت هذا الفستان صح انه اه شاموا واطرافها جلد بس مشكلة انه كم قصير فيعني يعتبر ربيعي خريفي ما يعتبر شتوي فاذا تبغين تخلينا شتوي لازم تلبكين عليه جاكت او زي ما سويت انا حطت معا البليزر علشان يصير اللوك شتوي اكدر اشتركوا في القناة هذا اللوك من احلى اللوكات اللي سويتها مرة مرة عاجبني الفستان ابيض صيفي نوعا ما صيفي صح كم طويل بس انه ستايلة اه مرة مرة صيفي كده تحسون حق فيكيشن حق هاليدي حق بيتش كده شوي اه بس انا حبيت اني اخلي شتوي باني اضيف عليه الفست اه الفست طبعا يعني انا اضفتها خفيفة لانو كان وقت بداية الشتاء يعني بس اه تقدرون تضفون مثلا فيزد تكون تقيلة اه ممكن مثلا فيزد بمبر فيزد اه يعني في افكار كمان ممكن تسوونها طبعا الحزام الحزام انا في كل اللوكات لازم اضيفة صراحة بس والله اتمنى يكون يعرفكم الفيديو فيديو كده خفيف لطيف فجأة اه اذا حبيتو لا تنسوا ان تسوى اللايك وشير صاحباتكم واهلكم وانشاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانية باي